تكلمنا في اللقاء السابق عن أهمية ودور البكتيريا النافعة وأهميتها بالنسبة لنا هلونا ندردش اليوم في كيف نقتل هذه البكتيريا أو كيف نساهم في قتل هذه البكتيريا النافعة واحد نقتل هذه البكتيريا من خلال الاستمرار على المشروبات الغازية اثنين نقتل هذه البكتيريا النافعة من خلال كثرة استخدام المضادات الحيوية ثلاثة نقتل هذه البكتيريا من خلال الوجبات السريعة لماذا؟ لأن الوجبات السريعة يضيف لها نكهات ويضيف لها مواد مصنعة عشان يكون الطعم لذيذ وفيه نكهة ممتازة هذه المواد تقتل هذه البكتيريا النافعة من ضمن الأشياء التي تقتل البكتيريا النافعة الأكل حقنا لما يكون خالي من الخضروات لماذا؟ لأن البكتيريا النافعة تتغذى على الخضروات أساس غذائها على الخضروات وعندما الغذاء أو أكلنا لا يحتوي على الخضروات إحنا نساهم في قتل هذه البكتيريا من ضمن الأشياء التي تساهم في قتل البكتيريا هو قضية التدخين التدخين عامل مهم لقتل البكتيريا النافعة طيب كيف نحافظ على هذه البكتيريا النافعة؟ أول نقطة غذاءنا لا بد أن يحتوي على أنواع كثيرة من الخضروات لماذا؟ لأنها هي الغذاء لهذه البكتيريا النافعة اثنين وجدوا أن الصيام له دور في قضية الحفاظ على البكتيريا النافعة بل بالعكس يزيد من قضية أعدادها النقطة الثالثة أكل الطعام المخمر والطعام المخمر مثال له الزبادي بس الزبادي اللي بدون سكر المخللات كلها تعتبر من الطعام المخمر النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة الخروج إلى الطبيعة لأن الطبيعة موجود فيها البكتيريا النافعة فالخروج للطبيعة حيعزز البكتيريا النافعة النقطة الخامسة استخدام المكملات الغذائية اللي هي البروبايوتيكس لكن بإشراف طبيب تغذية ودمتم بخير